مرحبا اهلا و سهلا فيكم بالمطبخ اللبناني اليوم هنعمل لحوياكم حلو السميد سهل ومكونات وموجودة بكل بيت انا عندي هان كباية سكر هضيف هون على النار مع كباية ماء بيتركن لايغلو من بعد ما يغلو خمس دقايق بحرك فيون لايدوب السكر معي و لايغلو خمس دقايق بطفي عم هلو سهل و موجودة مكوناتو بكل بيت برمضان كمان تتقدم و كتير طيبة و خاصة برمضان لانه سهل و ما بيخد وقت كتير معنا و هلأ متل ما شفتوا ديب السكر معي بتركن نيغلو خمس دقايق و برجع بطفي عنهم لحضر اول طبع هلأ انا عندي ملاتين من الزبدة او السمنة الزيت اكيد للحلويات مش زابطة او بتعطي طعمة طايبة انا بتركها شوية لتصور هلأ انتو ما شفتو و سيحت الزبدة معي و انا الكباية اللي بباع عم بقدر فيها كل المقادير بقدر فيها مشاي نطلع بالخوام مزبوط و مية بالمية انا عندي هونك ببيت السنين هقلبها لتصير لون بلون الدهبي هلأ متل ما شفتو انا تركتو نغميغلو خمس دقايق هلأ هطفي عنهم ها متل ما شفتو هيدا اللون اللي بدنا اياه الذهبي بس اكتر شي انو ما منشيل ايدنا عنهم لانو قوي بيحترق بقدركم تقلبو فيهم هلأ هضيف الماء و السكر اللي غلايتهم هم تقلبون فيهم محكة لصيرو عجيني متنسكي نارا هلأ حظيف بباية حليب مندوب ملقتين حليب ناشف يعملو كباية حليب. ندوب. نضلب حرب كباية فيهم ليجمدوا. وتسميد تشرب الماء والسكتر. هلا هضيف كباية الحليب. هيتشربوا مع بعضهم ويصيروا عجينة متماسك. وهايك متما شفتوا صاروا عندي عجينة متماسكة. ومتل ما بدي هلا هضيفها بصحن البيركس. وبتزمد اكتر بس تسقع. اكيد بنفشها هي وصخنة مشان تنفرش معنا. هلا متل ما شفتوا انا هضيفهم باكترشهم دغري مشان ما يجمدوا معي. هلا متل ما شفتوا انا مدايتها بيجاوط البيركس ومترفة شوي لتبرد. نرجع نعمل طبقة التاني. هلا انا عندي هون كبايتين حليب. نضوبتون. هضيف ملقة بصحين. كمان كله عالبارد تحركوا. تلقيت. اتاتي نعمل تضرب. اتاتي نعمل ملقة سكر. او ملقتين متل ما بتحبه لانه سبقه حاطة سكر بالاول طبقة. مشي ما يطلعوا كتير حلوين. هلأ بحركهن عالبارد ليدوب المواد الماشف اللي معي برجعن بحطهن عالنار عشان يضل هلأ بحطهن عالبارد ليدوي عليهم مشان ما يلزغوا بسرعة فيكن تحطو تلات معالي طحين او تلات معالي النشا او فيكن تشكلو متل ما بتحبو هلأ بلشين يجمد الوام معي هلأ متل ما شفتوا جمدوا معي الحليب مع النشا هلأ احطفي عنهم وضفلهم شوية مزهر مشان يعطوهم كمان طعمة طيبة فيكن ضيفوا المطيبات اللي بتحبوها انا هلأ حاقستو وفاقوا الطبقة التانية هي وصخنة احنا ما تبرد معي وتجمد بطل فيني اتحكم فيها تطلع متل ما بدي هلأ حضيف الطبقة الاخيرة متل ما شفتوا ريحتها بتشهي وبتجنن ريحت الربيع وريحة عين الام بها الشكل منهزة ما نضقرها بالملعة مشان تطلع عسوا هاي كمكما شفتوا صارت اه حلوياتنا صارت جاهزة بتركها تبرد تصير بحرارة الغرفة برجع بحطها بالبرد تشي ساعتين مشان تبرد وبنرجع منقطعها ومنزينها ونشوف صانيتنا كيف صارت هلأ حنبلش نقطع تبرد تشي ساعتين هلأ متل ما شفتوا طبعا اللي حلو باسمي تصار جاهز ألف صحة وهنا وتابعوني برمضان بوح تحضيرات يومية بوصفات مختلفة بشهية ألف صحة وهنا ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر